وصل الجسر الجوي الخيري إغاثته للشعب الفلسطيني من قاطني قطاع غزة عن طريق بوابة جمعية الرحمة العالمية في أكبر مشروع إغاثي طارئ لإغاثة الفلسطينيين ضمن حملة الكويت بجانبكم في ظل الحصار الإسرائيلي على مناطق غزة بالفعل تأتي المساعدات الإغاثية في ظل تفاقم جائحة فيروس كوفيد 19 في غزة وسط معاناة الأسر الفلسطينية بسبب غياب الحاجات الأساسية للحياة هناك وبسبب الحصار الإسرائيلي المستمرة أوجاع الأسر الفلسطينية تشتد في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي وتفاقم أزمة تفاشي فيروس كورونا حيث أصبحت الأسر تعاني الأمرين بغياب توفر أهم أساسية الحياة فقصة الطفل محمد طافش وأسرته اختصرت وصف الحالة نحن سكنين هنا له أربعة نفار أنا عندي مريض قلب الولد ولو عملية كماناشر طيام إن شاء الله أي حال ما فيش لا شغل ولا ما يحزن إني جتنا مساعدة منها عن مساعدة منها فنحو هدف إنساني جديد تسير عجلة الخير الكويتية بأكبر مشروع إغاثي طارئ من جمعية الرحمة العالمية وضمن حملة الكويت بجانبكم حيث شرعت جماية غزي ديستيك بتنفيذ المشروع وتوزيع الطرود الغذائية على اللاجئين والأسر المتعففة سوف تتقدم هذه الطرود لهذه الأسر لمعاناتهم يعني حقيقة دولة الكويت دائما تقف بجانب الشعب الفلسطيني وخصوصا أهالي قطاع غزة بشكل مستمر وتعمل على التخفيف من معاناتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس ومشرب بالإضافة إلى الأدوية وهنا حدثتنا والدة الطفلة زينب عن ألامها ومرضها وعن بحثها الدائم للعلاج كما وعبرت عن شكرها لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا وللأياد الكويتية البيضاء التي دأبت على العمل الخيري من أجل تخفيف الأعباء عن الأسر الفلسطينية التي تعاني ظروفا اقتصادية صعبة منشكر إخواننا في الكويت وأمير الكويت كمان منشكره لأنه فقدنا في الأشياء الكبونة أو المساعدة اللي بيجيبنا إياها وكتر الله خيره جزاء الله كل خير كل الشكر والتقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا وللمساهمين في هذا المشروع ونسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الأعمال الخيرة أن يرفع الله عن الكويت وأهلها الوباء والبلغ ويعد مشروع جماية الرحمة العالمية الكويتية العاجل من أهم وأكبر المشاريع التي نفذت في قطاع غزة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا وهذا ليس بغريب على دولة الكويت وتبقى الخطوات الإنسانية الكويتية متواصلة للبحث عن هدف إغاثي إنساني جديد كأسرة الطفلة زينب إنها الكويت بخطواتها الإنسانية باقية نحو دعم الفلسطينيين سعاد الإمام تلفزيون دولة الكويت غزة فلسطين